هلو سهلا بكم فيديو جديد على القناة الألمانية فرصة معكم براء واليوم موضونا راح يكون شوية أفكار عن الفعل دينكن وأكتر الشيء أوس دينكن وناخ دينكن لأنه في عنا كتير أفعال ممكن تجمع دينكن وفي له كتير بوادة وشوي بضيع هو اليوم راح نركز على هدول الاثنين نشرح الفرق بينتن أكتر شيء لأن هدول بستعملون بشكل يومي دينكن قبل ما نبلش دينكن ذات نفسه لا يستعمل كمعنا تفكير تفكير بالألماني وما بكون واحد عم بفكر بشي على الأغلب راح تستعمل شي فعل من الأفعال اللي بياخدوا بادئة مع دينكن أوس دينكن، ناخ دينكن وإباليجن وأفعاله الثانية فمثل ما قلنا اليوم راح نشرح شو الفرق هو تماما منشان ما يكون صعب ويبطل يخربط بدون ما أطور عليكم كثير دعونا نبلش أول شي عنا ناخ دينكن يبقى أتفاس ناخ دينكن يبقى أتفاس يعني أنه تقلب الموضوع بزهنك أنك تفكر لي فترة مطولة وبالعادة بيكون بموضوع يكون جاد يعني موضوع مهم ونفرض دراسة بيت عائلة شي موضوع محوري ومهم لازم يكون لحتى الواحد يقول ناخ دينكن أو أنه أنا بشكل عام حتى لو الموضوع ما نمهم أنا عم بفكر بعمق هيك المعنى ناخ دينكن يوضح بالمثال يعني وأنا عم بنظيف بقدر أفكر كثير منيح بصفة ذهني وبقدر أفكر منيح هون إذا حطيت فقط دينكن ما بتنفهم الجملة بتقول ناخ دينكن وأنه ولق ويباليقين كمان ويباليقين هون كمان ما بزبط لأنه هون القصد أنه أنا عم بسرح بزهني عم بسرح بأفكاري عم بفكر بموضوع عم بقلب الموضوع بزهني متل ما قالنا بالأول با ناخ دينكن لما شخص ممكن يسألني سؤال محير ممكن كمان استعمل ناخ دينكن هون وهون ما عم نستعمله كفعلا نستعمله كاسم لأنه كمان كاتمينه كبير فبتقول له بسهولة إيش براوخة سايت تسم ناخ دينكن يعني أنا بدي وقت لحتى أفكر بموضوع ما بقدر أجاوبك هلأ إيش براوخة سايت تسم ناخ دينكن هذا ما رح نستعمله بكل محل كمان بهاي الصورة ولكن بشكل عام لما بدي أفكر بعمق لما أنا بدي أحترم الفكرة وأفكر مظبوط هو ناخ دينكن لما بدي أتماعا بالموضوع في عنا كمان إيش هابي لانه داريبا ناخ داخت أو بيش ناخ شبانيا أمتسين زال يعني فكرت لفترة طويلة إذا لازم أنت أقل لأسبانيا أو إنه إزم هاي فكرة جيدة بشكل عام فإيش هابي لانه داريبا ناخ داخت يعني فكرت كثير بالموضوع إنه إذا لازم أنتقل على إسبانيا أو لا هيك الترتيب تبع الجملة النظامي هون نفس الشي موضوع ما نو سهل ما نو موضوع إنه طاير هيك على السريع موضوع محوري موضوع بهمني فلازم أفكر بعمق لازم أتخذ قرار مزبوط فهون بقول ناخ دنكن متن ما بتشوفو هيك من كتب الماضي ناخ داخت هلا في عنا كمان زيش أتواس أوس دنكن يعني إنه يفكر شي يبدع شي يلا يحل شي فمثلا مين فاتر حت بلد كبوتستاك يعني عيد ميلاد أبي قادم قريب إيش موس ميا أين جشنك في إين أوس دنكن إيش موس ميا أين جشنك يعني لازم أفكر بي هدية لألو لازم أنا ما عندي فكرة لهدية هلا لازم أبتكر فكرة هدية هون هيك الأصد أوس دنكن يعني ألاقي حل شي ما نو مثل هداك لمواضيع طويلة وإنما هون في عندي شي معين لازم أدور عليه وألاقي حل أو ونفرض مثل ما قلنا هون هدية أو شي من هذا القبيل يعني تكون شغلة محددة هاي في شغلة عم بحاول هلا أجربها للخاتمة رح نرجع نقرأ الجمال مرة ثانية ونرجع نعيد الأبكار على السريع نااخدنكن يبقى أتفاس يعني أنه أفكر بعمق شي معين كل ما قلنا يعني بقدر أفكر منيح وأنا عم بنظيف بطسن هون اسم وليس فعل نااخدنكن يعني لازمني وقت لحتى أفكر بسا في شخص سألني سؤال ونفرض حرج أو موقف من هذا القبيل نااخدنكن تستعملوها مثل ما هي نااخدنكن يعني فكرت بالموضوع لفترة مطولة ونقق بشناخ شبانيان أمتسين زول ولكن بالجملة التانية بتقدر تخطه اللي بدك هالجملة التانية بتقدر تحفظه مثل ما هي وتستعمله وزيش أتواس أسدنكن يعني يبتكر شي يلاقي شي يفكر بي شي مان فاتر حتبال جبورتسطدق إيش موس ميأين جشنك فيه أسدنكن إيش موس ميأاتواس أسدنكن هيك لازم تخفظه هيك دائما بتجي بدار الجشنك هنا بضغط المفعول به الي لازمك أنت مش أن تشكل جملتك ايش موس ميا اين جشنك او ايغن اتباس في اين او اسدنك وهيك منكم وصلنا نهاية فيديو اليوم متمنى يكونوا الافكار وضخوا لكم متمنى نكون شرحناهن بسرعة كافية ولكن مو كتير على السريع هلأ نحن عم نركز شوي على بعض الامور الخفيفة يعني هيك الفروقات بين فاعل الفاعلين اللي بيكونوا شوي شائكين رح نرجع لأمور محادثة بس ايجا هلأ بعد كم من يوم في عندي مشروع محادثة حلو رح يكون وكم من فيديو كتير جميلات لموضوع المحادثة ورح نرجع نحط الفيديوهات مع صوت وصورة وكذا وفي امور انا مرتبة ولكن الصراحة اخدتني شوية وقت عبين ما اقدر ازبط هاي الفيديوهات فعاليا الفيديوهات هيكة ما بقدر اساويون حاليا بصورة ولكن رح يرجعوا اللي سألوا عن الوالد الوالد فقط مشغول حاليا فما قدر يسجل اخر فترة ولكن رح يرجع يظهر بفيديوهات مرة تانية وغير هيكة في كم من سؤال شفنا هون مسلا بالتعليقات في عالم بالدلبي عينز بيروك ليش نزلنا اول فيديو الصراحة ما شفنا عليه كتير اقبال فمعناته على الاغلب ما هو تماما اللي انتو عم بتدوره عليه اعطونا كمان مرة تانية برجع مسألكون اعطونا المنهج اللي عم تدرسوه لانه في كتير عالم تدرس مناهج مختلفة وكل واحد بدرس كتاب فلازم نعرف شو الكتاب والله اكتبوا لنا اسم الكتاب بالتعليقات تبع البيعينز وبيت سباي بيروك ليش وغير هيكة عطونا كمان يعني شو هي تماما التامة اللي مستعصية عليكن لانه الصراحة انا ما قدمتو للبيعينز بيروك ليش انا قدمت بيعينز عادي وسي عادي فاااا عطونا تماما شو نعقسكم نحنا طبعا منحاول دائما نستوحي اللي منشوفه صعب واللي منشوفه شائك طولت كتير بالخاتمة هاي المرة كماكم برا قدع لقامان يا فرصة كونوا بقى الف خير